موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أهلا وسهلا ومرحبا طابت أوقاتكم جميعا من رحمة الله عز وجل بأمة الإسلام أنه يرسل إليها من المصلحين من يجدد لها أمر دينها فيعيد العمل برسوم الدين الأصلية بعد أن ينفض غبار البدع والخرافات الذي يران على أصولها وعقائدها ويخلص الناس من النسخ المزورة للتدين بعد أن يقدم لهم النسخة الأصلية للإسلام وحديثنا اليوم عن واحد من هؤلاء المجددين الذين كان لهم أعظم الأدوار في الحفاظ على الإسلام وتجديده في منطقة مجهولة بالنسبة لغالبية المسلمين لذلك فأخبار هذا الرجل ومآثيره وأعماله ظلت هي الأخرى مجهولة بالنسبة لهم حديثنا اليوم عن الإمام المجدد عثمان بن محمد فودي الفولاني الهوساني النيجيري أميري أمراء الغرب الإفريقي الحديث عن دعوة الإمام عثمان بن فودي وسيرته وجهاده يعني الحديث عن غرب إفريقيا المسلمة بكل ما تدل عليه هذه العبارة من معاني ففي الوقت الذي يعتبر فيه كثير من الكتاب والمؤرخين القرن التاسع عشر عصر حطاط هذه العبارة انصحت تاريخيا على قلب العالم الإسلامي وأطرافه الشرقية والجنوبية والشمالية إلا أنها لا تنطبق على غرب إفريقيا هذا القطر من العالم قد شهد في أوقات متعددة قيام عدة ممالك حكمت شعوبها باسم الإسلام وأقامت نظم حكمها على أسسه ومبادئه وتعاليمه من بين هذه الممالك مملكة سقط الإسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي فيعتبر تاريخ الدول الإسلامية والممالك التي قامت في قارة إفريقيا إذا ما استثنينا الشمال الأفريقي من الأمور التي نعلمها يعتبر الممالك التي قامت هي من الأمور المجهولة تماما بالنسبة للمسلمين فهم لا يعرفون عن مسلم إفريقيا شيئا مع العلم أن نسبة المسلمين في قارة إفريقيا هي الأعلى في قارات العالم ستقف معجبا وربما منبهرا بالبطولات العظيمة التي قام بها أبطال إفريقيا العظام الذين تصدوا لأعنف وأشرس الحملات الوحشية التي قادها صليبي إسبانيا والبرتغال وفرنسا وأمريكا ونحن للأسف الشديد قد انخدعنا بما يروجه الاحتيال الأوروبي والإعلام الغربي الذي يصور لنا إخواننا الأفارقة في صورة الهمج الوحشيين أكلت لحوم البشر كما يصورون أن التمدن والرقي الذي حصل لهؤلاء الأفارقة يرجع بفضل الاستعمار الأوروبي لبلادهم والحق غير ذلك تماما قامت في إفريقيا السوداء الكثير من الممالك الإسلامية العظيمة على شريعة الإسلام من الكتاب والسنة وبطلنا اليوم واحد من أعظم الرجال الأفارقة الذين أدخلوا الإسلام وجددوا معالمه في إفريقيا بل وأقاموا دولة عظيمة وكبيرة على منهج السلف الصالح والعجيب أنه لا يعرفه أحد من عامة المسلمين إذا أردنا أن نتتبع دخول الإسلام إلى غرب إفريقيا فإفريقيا تعتبر أول منطقة في العالم وصلها الإسلام بعد مكة مهبط الوحي وذلك في العام الخامس من النبوة عندما هاجر الصحابة الأولون فارين بدينهم إلى الحابشة ثم دخلوا الشمال الإفريقي كله وانتشروا ويرجع الفضل في الحقيقة لنشر الإسلام في قلب وغرب إفريقيا لدولة المرابطين العظيمة ومؤسسها عبد الله بن ياسين كذلك الأمير الشهيد أبا بكر بن عمر ودخل العديد من القبائل إلى الإسلام ونشروه بفضل هؤلاء من أعظم القبائل الإفريقية وأشهرها وأشدها تحمسا لنشر الإسلام وتمسكا به هي قبائل ألف أولاني وهذه القبائل هي التي تحملت مسؤولية إعادة نهضة الإسلام وإقامة الممالك الإسلامية من جديد من هذه القبيلة خصيصا ظهر الإمام المجدد عثمان بن فودي رحمه الله ولد الإمام عثمان بن محمد بن فودي في 15 من شهر ديسمبر عام 1754 ميلادية في إحدى المدن الصغيرة في مملكة جوبير وهي إحدى ممالك قبائل الهوسة الزنجية التي تستوطن في ولاية كانو في أقصى الشمال والشرق في ميجيريا الآن الإمام عثمان ينتمي إلى أسرة عريقة في العلم توارثت مهنة التعليم والوعظ كابراً عن كابر حتى أصبحت تعرف بأسرة فودي وكلمة فودي معناها المعلم في لغة الفلانيين التي ينتمي إليها عثمان كانت الظاهرة البارزة في الفلانيين تمسكهم القوي بالإسلام الشيخ عثمان حفظ القرآن منذ أن كان صغيراً وتعلم الحديث والفقه واتطلع على مؤلفات الكثيرين من كتب السلف واحتك بالكثير بالطبع من علماء بلده وعصره مباشرةً وفكراً وكان رحمه الله تقياً ورعاً معروفاً بحسن أخلاقه وسيرته كما أنه عرف بالتقوى والصلاح مع غزارة في العلم والمعرفة ورحابة في الصدر وسعة الأفق والتأني الحكيم ثم العزم الحاسم المتوكل على الله عز وجل أحيى السنة وأمات البدعة فسر القرآن سنين عديدة وكان عالماً بأحكام القرآن وكان له مجلسين أحدهما لتدريس العلوم يعقد يومياً بعد العصر وبعد العشاء ويتناول تفسير القرآن وشرح السنة وأبواب الفقه وأصول الدين والمجلس الآخر للوعظ وكان أسبوعياً في ليلة الجمعة كان يحضر هذا المجلس جامع غفير من الرجال والنساء وكثيراً ما كان يخرج رحمه الله إلى القرى القريبة والبلدان المجاورة ويمكث فيها أياماً أو شهوراً ثم يرجع إلى قريته مما أعطاه ذلك شهرة وذيوعاً في إقليم جوبير كله لذلك طارت أخباره لدى الأمراء والكبراء في المنطقة ألف الشيخ عدة مؤلفات بلغت أكثر من مئة وخمسين مؤلفاً في شتى فروع العلم في الأصول والتفسير والسنة والفقه والوعظ بل والسياسة واللطائف والإشارات ومؤلفاته ما زالت موجودة ومعظمها مطبوع ومتداول يعرفها جيداً المسلمون الأفارقة وبلاد المغرب وموريتانيا في غرب إفريقيا قامت ممالك إسلامية في غاية القوة والاتساع مثل مملكة غانا ومملكة مالي الضخمة وكانت هذه المملكة مملكة مالي تشمل تشاد ومالي والنيجر والسنغال وكانت هذه المملكة من أقوى وأعرق الممالك الإسلامية في إفريقيا كذلك مملكة الصنغال وغيرها من الممالك القوية التي دفعت بالإسلام إلى الداخل الإفريقي لكن للأسف الشديد أصاب المسلمين داء التفرق والخلاف وصارت الممالك تتقاتل فيما بينها بدوافع دنيوية قبلية ليس لها قيمة فاقتتلت مملكة الصنغال مع مملكة مالي حتى دمرتها ثم قامت مملكة المغرب بتدمير مملكة الصنغال وانهارت مملكة غانا بالاختتال الداخلي وهكذا أكلت هذه الممالك الإسلامية بعضها بعضا في الوقت نفسه الذي كان فيه أهل الكفر من الغرب والشرق يجمعون صفوفهم ويوحدون رياتهم استعدادا للانقضاض على العالم الإسلامي في هذه المنطقة انتشرت بعض العادات الجاهلية والأفعال الشركية البعيدة عن أصل الإسلام شهد عثمان بن فودي ما يسود مجتمعه من فساد ديني وخلقي وسياسي ورغم أن بلاد الهوسة قد دخلها الإسلام في وقت مبكر وعمل بعض سلاطينها على تحكيم الإسلام في شؤون حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلا أنه مع مرور الزمن بدأ تيار وثني يصاحب حركة التحول الواسعة التي شهدتها البلاد إلى الإسلام عبر مراحلها المختلفة كان لسلاطينهم وأمرائهم مواطن يركبون إليها ويذبحون بها ويرشون بالدماء على أبواب قرياتهم ولهم بيوت معظمة فيها حيات وثعابين وأشياء يذبحون لها ويفعلون للبحر كما كان يفعل المصريين في القديم مع النيل حينما كانوا يرمون عرسة النيل يرمون بعض النساء في النيل ولهم في ذلك أعياد يجتمعون فيها ويسمون ذلك عادة البلد ويزعمون أن ذلك صدقات ليستعينوا بها على جلب المصالح أو درء المفاسد وإذا لم تفعل هذه العادات بطلت معايشهم وقلت أرزاقهم وضعفت شوكاتهم هذا الجهل توارثوه جيلا بعد جيل وتوارثوا هذه العادات كابرا عن كابر فأخذ عثمان في دعوة أهله وإخوانه إلى محاربة البدع والوثنية فاستجاب لدعوته كثير من أبناء بلدته فأسس حركة دعوية وأطلق عليها اسم الجماعة أخذت دعوته وحركتها المسمى بالجماعة تنتشر بين القبائل الإفريقية ودخل فيها أفراد من عدة إمارات ومن شعوب عدة منها الهوسة والطوارق والكانوري والزنوج إضافة إلى قبيلته الأصلية الفلاني التي كانت أكثر القبائل انضماما لدعوته وحركته ثم حققت دعوة عثمان بن فودي نجاحا كبيرا في نشر الإسلام بين القبائل الوثنية المنتشرة في شمال وجنوب نيجيريا ويوما بعد يوم ازدادت جماعته قوة واتساعا من السمات المميزة لهذه الفترة تركيز الشيخ عثمان على دعوة الناس بكافة طبقاتهم إلى الله وتعليمهم المبادئ الأساسية للإسلام ومحول أمية الدينية ورفع مستوى الوعي الاجتماعي وجاء في سياق هذه المرحلة أن الشيخ عثمان بن فودي طالب حاكم جوبير وكان هذا الحاكم وثنيا طالبه في أول لقاء معه بعد صلاة عيد الأضحى في الفترة سنة 1889 ميلادية طالبه بعدة أمور طالبه أن يحترم أصحاب العمائم من العلماء والمشايخ كما طالبه أن لا يقف في طريق أي شخص أو جماعة تريد الاستجابة لدعوته دعوة الشيخ كما طالبه أن يطلق سراح المسجونين الذين حبسهم ظلما وعدوانا كما طالبه أن يمتنع عن فرض الضرائب الباهظة على رعاياه بالطبع هذه الأفكار لم ترق لهذا الحاكم ولم ترق من قبل لأي حاكم متكبر متجبر فحاول هذا الحاكم كما حاول أمراء جوبير المتعاقبين مع عثمان ابن فودي أن يضيقوا عليه وعلى حركته وعلى دعوته وظل الإمام متسلحا بدعوته وسعيه للإصلاح وتبليغ الدين الصحيح للناس لفترة بلغت أكثر من 15 سنة حتى بلغ الأمر مداه عند أمراء جوبير وبعدما رأوا الآلاف عشرات الآلاف ينضمون لدعوة الإمام والوثنيين يدخلون في دين الله أفواجا فقرروا وهذه حيلة المتجبرين وما يملكوه من سلاح وهو القتل قرروا التخلص من الإمام بتدبير مجزرة له ولأتباعه فخرج الإمام مع جماعته من قريته عام 1818 من الهجرة إلى قرية أخرى ومعه خمسة آلاف فأرسل الأمير إلى الشيخ يعلن عليه الحرب فبايعت الجماعة الإمام وأصبح قائدا وأميرا بعد أن كان إماما موجها ومن هذه اللحظة بدأ يدخل حروبا مع هذا الأمير إلى أن كتب الله له النصر وأقام دولة إسلامية عاصمة خلافتها سقطو وأزعنت له باقي إمارات الهوسة بعضها عنوة وبعضها سلمة وبقي يحكم بلاد الهوسة حتى توفي عام 1817 ميلادية واستمرت هذه الدولة بخلفائها وأمرائها مائة عام حتى جاء الاحتلال البريطاني وأسقطها عام 1903 من الميلاد لتدخل كل نيجيريا تحت هذا الاحتلال وتظل تحت هذا الاحتلال سنين عديدة ومنذ ذلك الحين بدأ الإنسان المسلم في شمال نيجيريا يواجه حربا من نوع آخر يواجه تهديدا لقيمه وحضارته الإسلامية المتأصلة عثمان بن فودي لم يكن من الرجال الذين يبحثون عن زعامة أو إمارة بمجرد حصوله عليها يكف عن سعيه وجهاده ويجلس متنعما بما حازه وما ناله من أملاك أو جاه أو غناء بل كان يبغي نصرة الإسلام ونشر هذا الدين بين القبائل الوثنية يبغي الدعوة لهذا الدين في شتى أرجاء القارة السمراء لذلك قرر عثمان بن فودي العمل على إعادة بناء الدولة الإسلامية من جديد وتوسيع رقعة الإسلام بالجهاد ضد القبائل الوثنية التي اجتمعت على حرب الإسلام ودعوته الجديدة لذلك عثمان قرر اتباع استراتيجية الجهاد على عدة محاور وضم الشعوب الإسلامية تحت رايته فضم إليه عدة شعوب وقبائل مسلمة كانت متناثرة ومختلفة فيما بينها بدأ بالتوسع في ناحيته الغرب والجنوب الغربي حيث قبائل اليوربا الكبيرة والتي هي أصل الشعوب الساكنة في النيجر ونيجيريا فدانت له هذه القبائل ودخلت في دعوته وأخذت الدولة الإسلامية في الاتساع شيئا فشيئا حتى أصبحت أقوى مملكة إسلامية في إفريقيا وقتها لم يكتفي بهذا الجهد الناس في بلاد الهوسة كانوا يذهبون للدراسة إلى المراكز العلمية في بلاد السودان الغربي وكذلك بلاد المغرب العربي فلما ظهر الشيخ عثمان ابن فودي راجع الناس إليه في أمور دينهم وعلمهم وقصدوه من كل جهة وجانب أيضا كان للشيخ جهود كبيرة في تعليم اللغة العربية وانتشارها اللغة العربية بلغت في عهد الشيخ أوجز دهارها ومجدها في عهده أصبح الحرف العربي هو الحرف الذي يكتب به أشهر اللغات الإفريقية مثل الهوسة والفلانية والسواحرية وغيرها من اللغات كذلك في عهد الشيخ عثمان وخلفائه أسهمت عملية التدوين في نقل العلوم والمعارف المختلفة وترجمتها من اللغة العربية إلى اللغات المحلية علم الشيخ أنه لا بد من جهد آخر يبذل مع المرأة المسلمة فاهتم بالمرأة وتجلى البعد العلمي والتربوي عند الشيخ في موقفه من تعليم المرأة خاصة إذا معرفنا أن تلك المدة كانت مدة ركود فكري في بلاد الهوسة لذلك كان تعليم المرأة والعناية بتربيتها وتثقيفها من أقل اهتمامات العلماء من أجل ذلك وجه الشيخ عثمان جهوده إلى تعليم المرأة لذلك أسهم إسهاما كبيرا في تعليم المرأة نظريا وعمليا وتصدى لمن وقف ضد تعليم المرأة وكان لديهم أواقف مشرفة في ذلك مما أدى إلى انضمام كثير من النسوة التي أسهمنا في حركة النهوض التي قادها لا سيما ابنته أسماء التي كانت ضمن عالمات تخرجنا وتتلمذنا على يده أسماء تولت وغيرها بعد ذلك تدريس النساء في نظام مزدهر وسميت مدارس ومنظمات نسائية كثيرة باسمها تكريما لها وأسماء هي رمز من رموز الإسلام لها تاريخ كبير الجانب الأهم في حياة عثمان ابن فودي رحمه الله هو جانب بناء الكوادر عثمان كان رجل دولة من الطراز الأول وداعي مجاهد مخلص لدينه وأمته أدرك أن بقاء الدعوة الإصلاحية والدولة الإسلامية التي بناها في غرب إفريقيا لن يصمد طويلا إذا لم تتحرك هذه الدعوة وتنتشر مبادئها بين الناس كذلك إذا لم تتسح وتتمدد دولته الإسلامية التي بناها بجهاده سنين طويلة ربما تزول ومن أجل تحقيق هذا الهدف السامي اتبع عثمان سياسة حكيمة تقوم على بناء الكوادر التي تواصل حمل الراية ونشر الدعوة والحقيقة هذه المشكلة هي مشكلة كثير من المصلحين والمجددين الذين لا يعملون على توريث فكرتهم فتموت هذه الفكرة بموتهم أما عثمان فقد كانت له عين فاحصة تستطيع انتقاء النجباء والأبطال وحملة الدعوة خاصة أن فتوحاته التي قام بها في غرب نيجيريا قد حركت الحماسة والحمية للإسلام في قلوب الكثيرين والكثيرين من هؤلاء الكثيرين انتقى عثمان ثلاثة نفر كان لهم أعظم الأثر والدور الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين أولهم الشيخ آدم والشيخ آدم هو شيخ من أهل العلم من أهل الكاميرون الذي حركت فتوحات عثمان بن فودي حب الجهاد في قلبه بدأ يدعو الناس إليه وإلى نشر الإسلام في القبائل الوثنية لما وصلت أخباره إلى الأمير عثمان بن فودي أرسل يستدعيه من الكاميرون سنة 1226 من الهجرة 1811 من الميلاد لما حضر جلس معه وكلمه عن مبادئ الحركة وأقنعه بوجوب الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام في قلب القارة الأفريقية فلما انشرح صدر الشيخ آدم لهذه الفكرة أعطاه عثمان رايته البيضاء وهي رايته في الجهاد المشهورة وكلفه بمواصلة الجهاد حتى ينشر الإسلام فيما يلي نهر بنوي جنوبا وهذا النهر هو فرع كبير من فروع نهر النيجر العظيم قام الشيخ آدم بالمهمة على أكمل وجه حتى أدخل بلاد الكاميرون كلها في الإسلام وكفأه الأمير عثمان بأن جعله أميرا على الكاميرون وظلت الإمارة فيهم حتى احتلال الإنجليز للكاميرون سنة 1901 من الميلاد أما الرجل الثاني فكان أحد جنودي عثمان بن فودي واسمه حماد باري وقد اشترك في معركة الجهاد الأول ضد أمراء جوبير والثانيين وبتواصل الجهاد بانت نجابته وظهرت شجاعته وإخلاصه لنشر الدين فكلفه عثمان بفتح بلاد المسانية الواقعة في ماله الآن ونجح حماد في مهمته خير نجاح وكفأه عثمان بأن أعطاه لقب الشيخ وجعله أميرا على منطقة المسانية أما الرجل الثالث فكان الحج عمر وكان في أوائل شبابه والإمام عثمان بن فودي كان في أواخر حياته لكن هذا الشاب قدر له أن يجتمع مع الإمام وذلك أن الحج عمر كان محبا للدعوة والجهاد فلما اشتد عوده قرر الرحيل إلى بلد الإمام عثمان ليراه ويسمع منه وبالفعل ذهب إليه وتفرس فيه النجابة والفطنة فنصحه بأن يذهب إلى حماد ويلتحق بخدمته لعله أن يكون خليفة حماد بعد رحيله في قيادة المملكة الإسلامية وبالفعل نجح الحج عمر في أن يلتحق بخدمة حماد ويخلفه بعد رحيله وقال القبائل الإسلامية قيادة عظيمة وبالجملة نجح الإمام المجاهد عثمان بن فودي أعظم أمراء إفريقيا في بناء قاعدة عريضة من المجاهدين والقادة والأمراء الذين قادوا الأمة المسلمة في قلب إفريقيا وأقاموا أعظم الممالك الإسلامية في هذه البقعة الغامضة عن ذهن أبناء المسلمين الآن كان له أثر كبير انظروا في نيجيريا الآن انظروا إلى أهل العلم وحفظة القرآن انظروا إلى الحجاب انظروا إلى حب أهل نيجيريا في الإسلام وإقبالهم عليه كان كل ذلك بفضل الله ثم بفضل ذلك الرجل العظيم توفي الإمام المجاهد الأمير عثمان بن فودي سنة 1233 من الهجرة 1818 من الميلاد بعد أن أعاد إلى الإسلام مجدة وأبقى للإسلام دولة قوية ظاهرة صامدة أمام هجمات الأعداء حتى بعد وقوعها فريسة للاحتلال الصليبي بقيت القلوب حية مجاهدة تقاوم الأعداء وتحافظ على دينها وعزتها فجزى الله عز وجل هذا الإمام على ما قدمه للإسلام في إفريقيا ورفع درجاته في إليين مع المهديين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة